مشاهدين والحديث أكثر عن الانتخابات والخروقات قبل الاقتراع ينظم معنا داخل السوديو نائب رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق الأستاذ سعد الراوي مساء الخير ومرحبا بك معنا في الرئيسة هناك مطالبات لبعض الأحزاب لإلغاء التسلسل 56 لارتباطة بالمادة القانونية 456 موضوع النصب والاحتيال أسألك أنه أليس من المفترض إلغاء الأحزاب التي تمارس النصب والاحتيال وليس رقم التسلسل حياكم الله وشكرا على الاستضافة وحيا الله مشاهديكم الكرام بصراحة قوانيننا دائما أقول قوانيننا مقتضبة غير مفصلة قانون الانتخابي كل ما يجاوز 20 صفحة بينما قانون الانتخابي مثلا الأستراضي 522 صفحة بحيث من الفريد انتخابات مبكرة أكو خلال 36 يوم أكو برلمان جديد نحن يمكن تذكرون 2019 صارت المظاهرات 2020 صار القانون 2021 صارت الانتخابات فثلاث سنين وثنين يا الله شكلت الحكومة هذا كله بصراحة قوانيننا أقول أرجعه الممفصلة ممقتضبة وأكو مشكلة يعني بصراحة أعتبرها رئيسية وهي وجود أحزاب وأشخاص فوق القانون وخارج المسائلة والمشكلة الأخرى لتضاف إلى هذه المشكلة أعتقد هي هاي سبب تأخر الديمقراطية بالعرض أكو فجوة بين شركاء العملية السياسية فجوة كبيرة شركاء العملية السياسية اللي هم الأحزاب المفوضية المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والسلطات الثلاث تشريعية القضائية التنفيذية هاي كلها يعني حتى من يشرع القانون مرات في معزل عن المفوضية والمفوضية هي اللي تنفذ القانون وهذا إشكال كبير بقى رقم خمسة ومتابعة الأحزاب ويعني احنا كثير من فقرات حتى قانون الأحزاب ما مطبق أو يطبق بانتقائية وهذه المشكلة اللي ذكرتها أول مرة فموضوع ستة وخمسين أو موضوع الصرف المالي يعني حتى من تيجي انتقرين كل فقرات الدعاية الانتخابية هو الفصل الدعاية الانتخابية مثلا يمنع استخدام أموال الوقت في السن والشيعة طيب إذا استخدمها إذا استخدم مليار ما كفاد رقم شون يستخدمها شون العقوبة وين أشتكي هاي كلها ما مفصلة بالقانون إذن هناك نقص بالقوانين استفادت منها الأحزاب المتنفذة لتزول كيفما تشابر انتخابات نعم يعني هذا كل المفروض أنه برأيه أما يفصل قانون خاص بالدعاية الانتخابية والعقوبات أو أنه تفصل بالقانون يعني كلها بيها ترسل سبع فقرات كلها لا يجوز يمنع يحضر استخدام معدات الدولة طيب واذا استخدمها يعني مثلا أكو أحزاب يسوي مؤتمرات بداخل قاعة محافظة قاعة غير مقامية هذا ما موجودة ما يصير أصلا لكن ما إلها عقوبة المفوضية كل اللي تراقب تدقق ممكن تنفذ بعض العقوبات المالية هذا اللي تقدر عليها لأن المفوضية دائما نقول سلطة تنفيذية وليس سلطة قضائية نعم مستساعد يعني حياك الله أروح بكم عن مرة أخرى يعني هذه العقوبات نتحدث عنها عقوبة الدعاية الانتخابية للأحزاب هي عقوبات مالية فقط يعني خاصة أن هناك عقوبة أحزاب متنفذة تستخدم مالها السياسي طيب أين الحلول؟ يعني لحد الآن ما كفت سقف معين والمفروض حتى بقانون الأحزاب أنه أكو تمويل لكن تمويل بمبلغ معين لحد الآن معطبق نحن دائما نرجع نقول يعني حتى قانون الأحزاب ما بي عشر أو عشر صفحة كل هاي القوانين غير مفصلة يعني أكو فقرة رئيسية بالقانون الأحزاب ما مفعلة أو ما مشمولين بها الأحزاب الكبيرة مثلا يعني بقانون الأحزاب لا يسمح بقيام أي حزب على أساس ديني أو قومي أو عرقي أو طائفي وقانون وفقرة أخرى من قانون الأحزاب لا يحق لأي حزب أن يكون له جناح مسلح أو ميليشيات هذا يمكن الكل فهذه مشكلة بصراحة من يقف أمام تفعيل هذا القانون موجود هو لماذا لا ينفح السلطة التشريعية والسلطة التشريعية هي من الأحزاب وهي اللي تشرع فقط السلطة التشريعية هي من تتحمل المسؤولين لا لا الكل كل شركاء العملية السياسية يعني اليوم أكو قانون أنا ما شفت حزب سياسي أو منظمة اعترضت على هذا القانون بثغرات كبيرة في كل دول عالم ما تجي فقرة تقول لك دخل قسجل ناخبين بعد انتخابات بس عدن اليوم أكو فقرة بموضوع كاركوك أول فقرة به تشكل لجنة تدقيق سجل ناخبين معنات المشرع لا يثق بسجل ناخبين تشكل لجنة واعتقد شكلت اللجنة من ممثلين من المفوضية ومن وزارة التخطيط ووزارة الداخلية ووزارة التجارة لأن سجل ناخبين من وزارة التجارة مع ممثلي مكونات كاركوك شكلت اللجنة لكن شو كنت تنتهي بتدقيق سجل ناخبين طيب أفرض ما كملت يعني أصير انتخابات لو ما أصير انتخابات كاركوك أكو معضلة كبيرة بيها لكن أستغرب إنهم مدعي دققوها للسياسيين يعني إذا تريد انتخابات حرة نزيهة في أي بلد في أي محافظة يجب أن يكون سجل ناخبين مكتمل موثوق فيه من كل أطراف من المتحدث طيب حملة من أين لك هذا التي يطلقها رئيسية النزاه القاضي حيدر حنون التي تخص خاصة مرشحين انتخابات مجالس المحافظات كيف تصفون هذه الخطوة ما أهميتك يعني هي خطوة جيدة بصراحة أنا أعتبر يعني اليوم عدنا 6.022 مرشح رقم كبير أن تدققها خلال هذه الفترة وتلغي أحدا ويجب أن يكون هناك نص قانوني لكن من يصير فائز مرشح فائز يصيرون 275 شخص وهذا هو بدرجة مدير عام المفروض تدقق كأي مسؤول وكأي درجة خاصة في العراق فالمفروض من يتولى المنصب يكشف عن ذمته المالية بشكل صريح طيب سأسعد هناك موضوع مهم جدا هو موضوع المال السياسي هذا الموضوع مهم يعني كيف اليوم من الممكن أن تحمي مفوضية الانتخابات المرشح الفرد مقابل الأموال التي تضخ الأحزاب المتنفذة يعني المفوضية لا تعتمال ولا ممكن تراقب هذا الشكل اللجان في كل المحافظات بمتابعة حتى الدعاية الانتخابية وحتى بالمناسبة بالدعاية الانتخابية هناك فقرة شكل مفوضية في بغداد مع أمانة بغداد وفي المحافظات الأخرى مع البلديات هذه الدول المتقدمة هم موجودة فشي جيد أنها موجودة بالقانون تكون يعني مواضع الدعاية الانتخابية في مناطق محددة في ارتفاع معين هذا كلها شروط وضوابط توضعها المفوضية مع البلديات اللي يجاوزها يعني ماكو خرق لتجاوزها لكن المفوضية فقط ممكن تجاوب ممكن عقوبات غرامات مالية وما تقدر تجاوز أكثر من هاي اللي ممكن خولها بيها القانون نعم أنت يعني نائب رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق شاهدت انتخابات أكيد أود أن أسألك أنه في هذه الانتخابات المحلية انجرت طبعا ليش لحد هناك شك بها؟ أنت ذكرت أنه لحد الآن مثلا كاركوك لا زالت هناك تدقيق بس ما حد يقول تؤجل ما حد يقول تؤجل جيد خبر جيد إذن إن شاء الله ما تأجل أود أن أسألك أن هناك حديث أنه عدم موجود تزوير بهذه الانتخابات وهذه الانتخابات مسيطر عليها ماذا عن البطاقات التي تشترى خصوصا في المناطق التي تحررت من داعش؟ موضوع البطاقات يعني أعتقد اليوم التصويت حصرا في البطاقة البيومترية وهاي يعني ما أعتقد يصير بها تزوير ممكن يصير بها صوت لي وعطيك فيوسي يعني هذا ما نقدر نضبط مئة بالمئة هذا الموضوع لكن أعتقد التزوير يخف كثيرا لكن أنا المفروض أكتمل البطاقة البيومترية لكل الناخبين يعني اليوم أعتقد أكثر من جوز بحدود العشرة مليون أكثر من عشرة مليون ناخب لا يمتلك هذه البطاقة وهذا خارج المعايير الدولية المفروض لا يلغى أي ناخب اليوم في كاركوك أكثر من 300 ألف ناخب لا يمتلك بطاقة بيومترية هذا هم إشكال جديد يعني سيحرم من التصويت ومعرف هذه البطاقة الذين لا يمتلكونه هل هم أكراد هل هم تركمان هل هم عرب إذا معظمهم من جهة واحدة هذا يسبب إرباك ويعطي نتائج متحاكي الواقع فإذا يحرم 300 ألف ناخب من مجموع أقل من مليون ناخب أعتقد هذا أشكال كبير طيب يعني في سؤال أخير سيد سعد هناك أحزاب اليوم تستغل أزمة النازحين داخل المخيمات لأغراض انتخابية كيف من الممكن اليوم أن تحريموا فوضية الانتخابات هؤلاء النازحين هذا حسم تقريبا بالبطاقة البيومترية سابقا كان أكو تصويت يعني بتصويت مشروط للنازحين اليوم هذا ألغاء وأعتقد أعدادهم قليلة جدا وأكو ظوابط بأنهم المسجلين يجب أن يكون مسجلين في وزارة الهجرة ولديهم بطاقة بايومترية اليوم التصويت بالداخل والخارج حصرا فقط بالبطاقة البيومترية اللي أعتقد وصل تعدادها إلى 16 مليون ونص نائب رئيس مفوضية الانتخابات الأسواق أستاذ سعد أراوي سعدنا بانضمامك معنا في الرئيس شكرا لك أهلا وسهلا اشتركوا في القناة